بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلبنا العزاء في هذا الفيديو إن شاء الله رح نشرح موضوع اللي هو السويترينج وموضوع الانترا موسكيلر انجيكشن ان سابكوتينيس انجيكشن ضمن مساق الكلينكالسكيلاب 3 اول شي رح نبلش في اللي هو موضوع السويترينج او موضوع اللي هو التقطيب هذا موضوع اقرب من انه يعني يكون عملي اقرب من النظري لكن احنا رحشرح لكم جزئيات نظري بشكل تفصيلي اكبر عشان اللي هو يعني لغايات الامتحان النظري وكون ما في عندكم اوسكي او امتحان عمري اول شي بلش في موضوع السويترينج ايش هو موضوع السويترينج او ايش موضوع التقطيب الفكرة من التقطيب ان احنا بكون في عندنا جروح زي هيك نعتبر انه هذا الجلد تمام وصار في عندنا جروح فيه زي هيك هسا الجسم لما يصير فيه اي جروح بعض استجابة الاستجابة هالهي عملية الهيلينج او في سكن وانجه اللي تعلمناها في البثل في الجنرال بثلجي الفكرة فيها انه الجلد او خلايا الجلد تروح بتعمل جسر زي هيك تمام تحت الجسر بكون في عندي هونة اللي هو بتكون الفايبرس تشو او السكار تشو وفوق هونة بتتكون عندنا اللي هو الابيثيليل سلس او الابيديرمال سلس تمام سلما يكون الجروح عندنا كبير شو اللي بيصير لما يكون الجروح كبير زي هيك الخلايا هاي اللي هونة ما بتكون فوق لعاد خلص بتتراكم زي هي بتتراكم عندنا بدل الخلايا هاي اللي هي السكار تشو والسكار تشو هذا راح يعمل لي اللي هو الندبة او اللي هو يعتبر الندبة يعني طيب هسه متى الجسم بيستغنى عن الطريقة هاي وبيلجأ للطريقة هاي إذا كان دحفة في الجرح بعيدة عن بعض والجسر هذا اللي من نكونه في البداية صعب تكوينه الجسر اللي من نكونه في البداية صعب تكوينه بالتالي بيروح الجسر اللي هو الجسر اللي هو موضوع التكوين الندبة او السكار تشو عشان يقدر يغطي اللي هو الجروح هذا ويصلح الضرر اللي صار احنا لما نعمل تكطيب شو منساوي حفاف الجروح حاي تمام نروح منقربها بعض نعملها زي هيك تمام وبيكون في عندنا هون قطب شابكة حفاف الجروح شو الهدف الهدف اقرب حفاف الجروح على بعض عشان عشان اسحل عملية اللي هو الهيلنج انه يتكون عند الجسر بسرعة تتكون الابثيليل سيلز فوق ويتكون السكار تشو بتحت فانا بسرع عملية الهيلنج هذو واحد اثنين بقلل تكوين الندبة ثلاثة لما يصير في عند جروح زيك في الجلد هذو يعتبر مدخل للبكتيريا فبالتالي بحمي انا برضو من الكنتامينيشن او بحمي من الانفكشن فعندنا هون نسرع عملية اللي هو الهيلنج عملية التقام الجروح السويتشارز القطب تمام هي عبارة عن اللي هو زي ما نحكي عقد ماشي ستيتشز احنا بنعملها على حفاف الجروح تمام احنا بنحط العقد هذولا عشان اللي هو نقرر بحفاف الجروح على بعض عشان تصير عنا عملية الهيلنج بشكل اسرق متى انا لما اشوف اي جروح انا بشوفه بروه بعمله سويتشارينج لا طبعا اول شي hold the wound margins together انه الزق او اقرب حفاف الجروح على بعض عشان اسرع اللي هو ال wound healing by the first intention انا بحكي لي ايش يعني first intention first intention يعني اللي هو healing by اللي هو epithelial cell proliferation above and less scar formation في عنا اللي هو السكندر انتنشن secondary intention بكون السكار عندنا الندبة تمام بتكون اكبر بتكون اكبر انا لما اقرب الحفاف على بعض بقلل اللي هو تكوين الندبة عندي هاي من سميع العملية healing by the first intention اثنين approximate wound margin to minimize wound contamination برضو عشان اقل الcontamination وامنح حدوث الانفكشن ثلاثة arrest hemorrhage اذا فيه جروح مش راضي يوقف نزيفه اه الافضل اني اقطبه الافضل اني اقطبه طيب قبل ما انا اقطب اي جروح شو الشغلات اللي لازم انتبه لها اول اشي متى حدث او متى صار الجروح هذا لاني لساته طازة صلو مص ساعة او لحد ساعة زمن يعني والله اه بقطب لكن اذا مثلا الجروح صار له يوم يومين ثلاثة اروح اقطبه لا ما بزبطش اكيد اثنين في عمنا اللي هو التتاني status اللي هو مطعوم الكوزاز تمام اذا الشخص هذا ما اخذ مطعوم الكوزاز قبل اقل من خمس سنوات خلص اما اذا ما اصار له اكثر من خمس سنوات ما اخذ مطعوم الكوزاز يفضل انه نعطيه جرعة من المطعوم وفي بعض الكتب يعني بتقول لحد عشر سنوات يعني اذا عشر سنوات او اقل ما بعطيه اذا اكثر من عشر سنوات بعطيه ثلاثة حالة الجروح اذا انه بنزف ولا لا اذا فيه كنتاميناشن يعني اذا فيه تراب مش تراب في المكان اذا فيه شغلات موسخ الجروح عندنا ثلاثة اذا فيه عندي فورين بادي زي قزازة زي شفرة حديدة هيا لازم اشيلها قبل ما اقطب مش معقول اني اقطب والقزازة موجودة جوة او الحديدة موجودة جوة فلازم اشيل الحديدة او اشيل اللي هو القزازة طيب انا عشان اقطب بتغسط تختم خيط تقطيب نفس موضوع لخياطة الخياطة في الدار خياطة الواعي انا لما اجي بدا خيطة واعي بدي خيط وادا لما اجي بدا قطب بدي خيط الخيطان تنقسم للي هو قسمين وفي منها عدة انواع اول اشي حسب طبيعتها في منها سينتتك مصنى تصنيعه في اشي ناترل او بيولوجيك هل من الطبيعة السينتتك ميزتها انها بتكون ننقذ زوربابل ايش هل ننقذ زوربابل يعني اللي هو لازم تفكي القطب انتا تمام ما بتذوب لحالها اجزوربابل لا والله مش لازم تفكي القطب وبالذوب لحالها المونو فيلمنت بكون عندنا اللي هو زي هي خيط واحد اما الملتي فيلمنت بكون الخيط مقسم لأكثر من جزء زي ما بصورة قدامنا بالنسبة لنقطة الأجزوربابل والنن أجزوربابل الفكرة انه لما يكون مثلا والله يسهل الوصول للجروح زي الجروح الموجودة على الجل بنحط خيطان نن أجزوربابل لكن لما بنسكر اشي داخلي مثلا كانوا يعملوا عملية وفتحوا الأمعاء فتحوا المعدة وبدون يسكروا المعدة مش معقول انا اقطبها بخيط نن أجزوربابل واحتاج بعدين ارجع افتح بطن المريضة عشان هفتكلوا القطب اللي على المعدة لا طبعا خلص اي اشي داخلي بالعادة اللي بيقطبوه بخيطان أجزوربابل واي اشي خارج على السكن بيقطبوه بخيطان نن أجزوربابل بالنسبة للتكنيكس طرق التكطيب في كثير طرق للتكطيب في عنا اللي هو الوريزانتال ماتريس في عنا الوريزانتال ماتريس في عنا السيمبل انترابتد وفي عنا الكونتين اللي هو الكونتيني والسب كتيكيلر حسا اكثر ثنتين بستخدموهم هذولة اللي هو السيمبل انترابتد والكونتيني والسب كتيكيلر طب مين اكثر واحدة بيناتهم السيمبل انترابتد اللي هي بيكون في عنا اللي هو كل قطب لحال كل جروح مثلا باخد له قطبتين ثلاث أربعة خمسة وتيفار كم قطبها الوريزانتال ماتريس هاي بستخدموها الجراحين بالعادة يعني في العمليات طيب عشان انا اقطب ايش بحتاج بحتاج المواد التالية قدامي هسا رح ناخدهم واحدة واحدة انا اول اشي انا عشان اقطب او اخيط ايش بدي ابري الابر عندي نوعين عندي ابر بسميهم الاملستريت زي ابر الخياطة اللي عنا في الدور في عنا الكيرفد اللي هي زي هذول هذولة كل ياتهم كيرفد تمام وهاي الستريت تمام بالعادة بيستخدمو الكيرفد نيدلز مست كومون ليش لانهم اسهل في الاستخدام يعني اسهل في التقطيب عندي ثاني شغلة بدي خيطان ماشي بدي خيطان طبعا الابرة بتكون اللي هو بكون فيها فتحة عشان اللي هو نشبك فيها الخيط تمام بكون فيها فتحة عشان نشبك فيها الخيط والجهة الثانية بتكون مدببة والجهة الثانية بتكون عندي مدببة طبعا كل اعته هسه الخيطان لما نفتح الباكيت تاع الخيط بكون الخيط مشكوك بالابرة جاهز يعني مش راح تقول انت تشك بالخيط داخل الابرة بكون الخيط مشكوك بجاهز عليك انت بس تبلش سويتشارين تبلش تقضي بالنسبة للخيط لما نمسك باكيت الخيط نشوف اللي قدامنا بدنا شغلة شغلة اول اشي فيه عندنا اشي اسمه اللي هو البرودكت كود تمام مش كثير مهيبه من هذا في عندنا هنا رقمين هذول الرقمين هذول الرقمين الامبريكل جوج والمتريك جوج هذول بيوضحول اللي هو سمك الخيط تمام وطبعا علاقتهم عكسية مع سمك الخيط كل ما قل الرقم بزيد سمك الخيط وكل ما زاد الرقم بقل سمك الخيط ليش بيفيدنا هذا الاشي انا لما اقطب في مكان عليه داعك عليه حركة بدي اقطب بخيط قوي عشان ما يفتحش الجروح لكن لما يكون المكان كثير حساس تمام انا بدي اقطب بخيط كثير رفيع يعني مثلا اللي هو العمليات اللي في العيون لما يتوا يقطبوا بيقطبوا بخيطان القوج تاها بديكون عالي برضو مثلا الخيط اللي هو التجميل هاي بسماء فيها هاي برضو القوج تاها بديكون عالي لكن لما واحد بدي قطب معدة جوه امعاء انفتحت اثناء عملية هاي بتتقطب اكيد بخيطان يكون القوج تاها قليل عشان اللي هو يكون الخيط اسميكو يتحمل حركة لانا معاه دائما بتتحرك لانا معاه دائما بتتحرك هنا في عندي بكونوا حاطين برضو شكل الابرة كل الخيطان هسا بتكون كيرفت عندي اللي هو برضو بكون حاطين لي النيدل سايز حجم الابرة هنا في رقم فوقيها هنا بكون حاطين لي اللي هو طول الخيط 45 سانتي في منها بوصل 70 سانتي في عنا اللي هو برضو نوع الخيط هايو تمام اللي هو الفيكرايل بلس هذا الفيكرايل بلس هو نفس البوليثيليني غلايكول اللي هو الناناتزوربابل اللي هو هذا الناناتزوربابل اللي هو البولييستر عفوا البوليثيليني غلايكول هذا كدوة البولييستر هذا اللي هو يعتبر ناناتزوربابل هو نفس الفكراء في عندنا هون برضو حاطلنا استرل انو الخيط استرل فانا لما بدأت عامل معو بدأشتغل في بي استرل تمام طبعا كيف تشتغلوا بي استرل هاي بتتعلمو ان شاء الله بس تدخلوا جراحة في سنة رابعة و سنة ساتسال اكس بايري ديت برضو عندي في عندي الباتش نمبر هايكلها ما بتهمني كثير دو نات ري يوز هون بكون حاطلية انو اذا فتحت الخيط واستعملته مرة واحدة مش اذا ضلي شوي من الخيط تقول خليهم نستعملهم لمريض ثاني لا طبعا خلص كل مريض نستخدم معو خيط واحد شغلة ثانية بنحتاجه هو النيدل هولدر تمام النيدل هولدر اللي هو اشي زي المقص بس هو مش مقص هو بنمسك فيه الابرة وبكون فيه له مسننين من هون لما انسكره تمام بيظل ثابت يعني بيظل اللي هو ماسك الابرة وبظلني اللي هو ماسكه اتحكم بالابرة من خلاله اتحكم بالابرة من خلاله طبعا له احجام كثير ثلاثة عنا الفور سي بس اول ملقط هذا برضو عشان امسك فيه الابرة وانا بخيط يعني بكون ماسك الابرة من جهة بالنيدل هولدر وبالجهة الثانية بكون ماسكها اللي هو بالفور سي بس عنا السيرجيكال سيزر مقص عشان اقص الخيط بس اخلص القطبة بالنسبة له اللي هو التكنيك تاع التقطيب راح احكي عنه بشكل سريع ما راح افوت فيه بالتفاصيل لو كان مطلوب منكم امتحان عسك كان صورتلكم فيديو لالتكنيك تستعوني السويتشارينغ خاصة اللي هو الـ بشكل نظر راح اركز على امور النظري اول شي مقدمة بدك توضح للمريض انه والله يبدى خيط لك الجروح تمام ولمجتمام ولكونسنت وهاي الامور ثاني شغلة بدي اللي هو اشيل اي اشي انا لابسه بيدي اي اساور خواتم ساعات الى اخره اعمل الهاند هايجين تمام ثلاثة بدي اسأل المريض عن اللي هو الجروح كيف انجرح متنجرح الى اخر يبدو اخذ بريف هستوري عن اللي هو الموضوع عن الجروح وبرضو بدي اسأله عن موضوع التيتانس اللي هو مطعم الكزازمة اخر مرة اخذه اربعة بدي اسأله اذا عنده حساسية عن اي من اي اشي او من ادوية معينة خمسة بدي اجهز اللي هو الشغلات اللي بدي اشتغل فيها و بدي اعمل اللي هو السترل السترل انفارومنت السترل انفارومنت منجيب اللي هو زي اشبهلكم يا زي زي هيك زي غطة صغير تمام او زي مفرش صغير نعتبر بفتحه بفرد عليه اللي هو بحط عليه اللي هو الخيط بحط عليه كل الشغلات اللي بدي اشتغل فيها. وطبعا في غلافز بنسميهم ستيريلي غلافز برضو هدولة بكونوا مغلفين بطريقة معينة وبنفتحهم باللبس بطريقة معينة عشان نشتغل في بيعة ستيريلي طيب بعدين قلنا اللي هو بنعمل هاند هايجين بنحط لستيريلي غلافز تمام. بعدين هل هو بطلع على الجروح بشوف إذا في شغلات جواته بشيلها أي غلاس أي غزاز أي تراب أي تراب أي مثلا حدايد أي إشي. برضو بنظف الجروح تمام بنظف الجروح بيود تمام وبعدين برجع بغسله بنورمال سلاين يعني أول شي بعقم بيود تمام وبعدين برجع بغسله بنورمال سلاين عشان أشيل اليود لأن اليود بيأثر على عملية الواند هيني بيبطع عملية الواند هيني. فلازم لما عقم الجروح باليود أغسله بنورمال سلاين بعدين اللي هو بروح بخدر طراف الجروح. بنعمل اللي هو اناستيزيا في طراف الجروح عن طريق اللي هو مخدر موعظي بنسميه اللي هو الليدوكين او الزايلوكين تمام? هو اسمه العلمي الليدوكين بالمستشفيات تسمعوا اللي هو الزايلوكين زالين الجروح. يعني حط اللي هو زايلوكين اللي هو بنوخد تقريبا خمسة سي سي تمام? ومنبلش نحقن بطراف الجروح. تمام? بشكل موضي. طبعا هازو بعطيني تخدير لمدة عشرة لربع ساعة. عشر دقائق لربع ساعة. ماكسيمم ثلاث ساعة. انت المفرض في هاي الفترة تكون خلص تقريبا. اذا ما كنت مخلص. تمام? برجع بخدر مرة ثانية ما في اي مشكلة. طبعا مرات بتخدر اطراف الجروح. بلش تقريبا بقولك المريض لسه موجوع. بترجع بتزود. بتزود اللي هو الكمية المخدر على اطراف الجروح. مرات بلجعوا لطريقة انه مثلا اذا كان الجروح في اصبع معين. وانت قاعد بتخدر بتخدر ولسه المريض موجوع. بتعمل ايش اسمه ديجيتالي بلوك. ديجيتالي بلوك اللي هو بتحقن المخدر في طرف الاصبع يعني في في اساس الاصبع. تمام? في اول الاصبع بتحطه بتحط الابرة في مكان معين. وبتحقن المخدر بتخدر الاصبع كامل. بتخدر الاصبع كامل. بعدين رح مبلش اللي هو البروسيجر تعيه اللي هو مش مطلوب يعني منكم انه زي ما نحكي كيف تعملوا في الامتحان النظري ها بقول لو كان عندكم اوسكي بقول لكم اه والله لازم تكونوا عارفين فانا رح امال اسكب عن هذولا هسا بس في شغلة القطبة احنا كيف منعملها مندخل اللي هو الابرة من طرف الجروح منطليحها من الجهة الثانية تمام بصير عندي اللي هو الابرة في جهة زي هيك والخيط في جهة شو بساوي عندي الجزء اللي هو اللي ماسك في الابرة باج بلفه على النيدي الهولدر بلفه مرة مرتين ثلاث وبعدين بمسك اللي هو جزء الثاني من الخيط وبسحب تتكون عندي اشي بسميه نوت تمام وبعدين بلف مرتين وبسحب تتكون عندي النوت الثاني بعدين بلف مرتين وبسحب تتكون عندي النوت الثالثي او اللي هو اثنين في واحد لواحد يعني اللي هو بلف مرتين على النيدي الهولدر وبقى بالنوت الاولى وبالنوت الثاني والثالثي بلف مرة على النيدي الهولدر صراحة انا لما اجي قطب اي الجروح بستخدم ثلاث اثنين باثنين عشان تكون القطبة قوية وما يفتح الجروح وما تفلت القطبة تمام هاي اول قطبة بعدين ببلش اللي هو اعمل قطبة قطبة بنفس الطريقة لحد ما اخلص الجروح كامل طبعا كل ما عندي زاد كل ما زاد كبر الجروح يكيد رحتاج قطبة اكثر الطريقة اللي قدامنا هاي هاي الطريقة اللي قدامنا اللي هي تمام طلعوا هون هاي قطبة هاي قطبتين هاي ثلاث هاي اربعة هاي خمسة هاي برضو تمام. طبعا بين كل قطب و قطب يبدأ حافظ على مسافة انه تكون حفاف الجرح طابقة عبعض وما يكون في اي اشي فاتح. يعني نطلعوا هون كيف كل حفاف عندي حفتين الجرح طابقات عبعض. ما في اي فراغ فاتح بين القطب. ما في اي فراغ فاتح بين القطب. بس اخلص الابرة والابرة التقطيب والابرة اللي حطت فيها الليدو كيين. وكل اشي استعملته بحطه في اللي هو الشاء بحطها في اللي هو السلال هاي اللي بتكون مخصصة للمواد الحادة. وبعدين بعمل هاند ها يجيني بكون هيك خلصت موضوع التقطيب. تمام. انا مش تعرفوا انتو الانسترومنتس ايش هي المعلومات الموجودة على الخيط التقطيب بالمفروض انكم تكونوا عارفينها. وبرضو الانديكيشن للسويتشارينج لازم نكون عارفينها. والشغلات اللي بدي اسأل عنها قبل ما ابلش سويتشارينج. هذا بالنسبة لا اللي هو الموضوع السويتشارينج من المادة او من من يعني النظري اللي مطلوب منكم في اه موضوع التقطيب. فعندي هون انديكيشن اوف سويتشارينج. بروموتوند هيلينج. مينيمايز واند كنتاميناشن وارشت هيموريج. اللي هو انواع السويتشارز. عندي الخيطان السينثيتيك والناترول الفروقات بناتهم برضو. الانسترومنتس عرفناهم والتكنيك اه عرفنا. طبعا اي حدا اه حاب يتعلم ماشي انا يعني اه اذا حاب يتعلم من تقطيب اه بشكل عامري انا جاهز يتواصل معي اه اه وبعلمه ما عنده اي مشكلة. بعلمه طريقتين بعلمه simple interrupted وبعلمه ال continuous. تمام هذا بالنسبة لا اللي هو موضوع التقطيب او السويتشارينج. خلينا نوقف لهون نفس الفيديوهين عن بعض. اه بالفيديو الجاي ان شاء الله رح اه نتكلم عن موضوع اللي هو ال intra muscular injection وال subcutaneous injection. يا عاتكم العافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا